بسم الله الرحمن الرحيم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم يسر حسابنا ويم من كتابنا هيا أعزائي المشاهدين نتعلم ونتلقى القرآن غدا طريا من فضيلة الشيخ خالد مرحبا بك فضيلة الشيخ وعزيني تعالى من فضيلة الشيخ من خلال ما استمعنا من الآيات الكريمة إلى التلاوة العملية كيف نتلو هذه الآيات تلاوة صحيحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد في مقام التعليم الاستعاذة أولا لا تنساها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتاخد نفس بسم الله الرحمن الرحيم وتاخد نفس وده الوجه المقدم وطبعا يجوز لك وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها ويجوز لك وصل الاستعاذة بالبسملة بالآية التي تبدأ بيها ويجوز لك كمان إنك تقطع الاستعاذة وتؤف عليها وبعد توصل البسملة بالآية تمام كده ويجوز لك أن تستعذ ولا تبسمل هذه وجوه بالخيار أقدم لك دائما الأيسر الأسهل وما بقي فهو جائز وهذه وجوه ليس بينها تثاضل إلا فيما تستطيعه أنت أيها التالي طب تعرف كله خير وبركة طيب معرفش غير واحد برضو كويس بس تكون بالطبق كويس نعيش الكلام كده جميل طيب استعاذة نبهنا عليها البسملة إلى الآية أول كلمة عندي قوله تعالى إلا أصحاب اليمين كلمة إلا في عندي كلمة ألا دي بكسر الهمز مش بفتحها أنا معي إيه إلا وفي عندي ألا خلاص قعد عما بقى في كلمة إلا في كل القرآن إيه هي إن كلمة إلا في كل القرآن كلمة واحدة إيه كلمة واحدة يعني يعني لو جد بصفت في كلمة أن لا هتجدها مكونة من كلمتين أن بعدها لا فتارة تأتي أن بعدها لا وتارة تأتي كلمة واحدة اللا ألف لا مألف لكن كلمة إلا بكسر الهمزة اللا هي اللا هي الألف أو الكلمة وبعدها لا مألف دي على طول في كل القرآن في كل القرآن ما فيش فيه استثناء خالص كلمة واحدة دا رقم واحد خلاص تمام كده إوعاتين سبق يبقى إلا دي إيه موصول اتفاقا اتفقت كل الرسوم في المصاحف العثمانية على كتابة كلمة إلا كلمة واحدة خلاص جميل يبقى لو قفت إلا وهتبدأ بيها وهتوصل مع اللي بعديها إلا طيب إلا أصحاب اليمين إلا دا لما توقف عليها مد طبيعي لوحدها طيب هوصلها باللي بعديها عندي في أول كلمة اللي بعديها همز خلاص إلا كلمة وأصحاب كلمة إحنا ماشيين بإيه بمد حرف المد ده لما يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى إحنا بنتعلم دلوقت لسه مبتدئين بنتعلم المد عشان يساعدني على ضبط النفس اللي عايز تعلم برض ضبط النفس ده من أساليب إنك بتبدأ بين الجملة والجملة بتاخد نفس ده حاجات عملية دي حاجات عملية في التلاوة خلي بالك نحن الكلام كده إلا أصحاب اليمين بن مد كام أربعة مش عيب أني أعمل كده إلا أصحاب عشان أضبط الزمن والمساحة لحرف المد لحد ما تعود على المساحة دي وتبقى عندي تلقائية خلاص طيب إلا أصحاب اليمين آه الهمزة هترقق والصاد هتفخم أص أصحاء يعني الصاد وقعت في الوسط بين همز وحاء فخلي بالك بقى إيوه هتقول لي أصحاب أو أصحاب وتفخم الهمز عشان الصاد اللي جايب عديها لا للهمز حقها ومستحقها وللصاد حقها ومستحقها وللحاء حقها ومستحقها لوحدها ما فيش أي مشاكل لا أنا أعايز الكلمة على بعضيها إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين إيوه هتقول أصحاب اليمين لا أصحاب بل من الباء في كلمة أصحاب إلى اللهم الساكنة مباشرة سمعك بتقول لي في ألف في الوسط ده ألف الوصل الألف ده لا يمطق إلا عند البدء بالكلمة أيوه ده اللي متابع في المصحف واللي مش متابع هقول لك حديث دلوقتي هيخليك تقوم تجب المصحف أنت مش عايز ربنا يحبك ده على فكرة حديث ورد في شعب الإيمان للبيه هاقي وهو حسن على فكرة نص كده من سره أن يحبه الله فليقرأ في المصحف يوعة تنسى بقى لو أنت ليس مكتفي بالسمع ده حقك بس اللي عايز بقى من سره يعني واحد هيبقى مسرور ومش بعد وبعد السرور وفرح ده مش كده بس ده ربنا كمان هيحبك كمان تعمل إيه فليقرأ في المصحف يبقى مجرد بس أنك تفتح المصحف وتبص فيه وتقرأ هذا من دواعي الحب والسرور يلا نكمل بسرعة مع بعض لو أنت فتح المصحف ولو مش هايز براحتك بعد ما اسمعت الحديث دوت خلاص نكمل بقى اليمين كلمة اليمين لو هبدأ بيها جيت الألف طيب اللام دي لم إيه اليا آلان قمرية حكمها الإظهار ممتاز طيب ركز معاك ده في كلمة اليمين يمي يمي يمين الحرف اللي قبل الأخير اليهدي اسمها إيه أيوة ممتاز ياء مدية لأن أبلها مكسور وهي ساكنة طيب بعد الياء المدية دي في نون اليمين آه النون دي بقى سكنة ولا متحركة أيوة إلا أصحاب اليمين ني يعني جي حرف مد آه حرف مد في الآخر الكلمة لا 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 ده قبل الحرف الأخير منها الحرف الأخير في الكلمة هو أصلا متحرك بفتحة بكسرة بضمة اللي معايا هنا إيه بكسرة صح كده اليمين ني ممتاز ده بنسميه إيه آه هنمد طب هنمد ليه أصلحنا سكننا النون علشان وقفنا يعني السكون طرأ عرض على النون لأجل الوقف فبمد حرف المد اللي هو اليه اللي قبل النون وبقول كده اليمين حركتين حركتين وأنا مسكن النون حركتين وأنا إيه مسكن النون أو ممكن أقول كده اليمين أربعة برضه وأنا مسكن النون سكون خالص ما فيش في أي حركة وممكن أقول برضه اليمين ستة وأنا برضه مسكن النون كده كم مرة قلناها تلاتة بس سوعة لما تيجي تقرأ تقولي التلاتة دول لا ده أنت أي واحد منهم يجزئ يعني مش لازم تجيب التلاتة أنا بس بعرفك إيه اللي ينسبك لو أنا نفسي قصير يبقى اللي ينسبني حركتين نفسي كويس أوازن بين المدود نفسي ضعيف متوسط وهكذا طيب يترى في وجه تالت أو وجه رابع أو في وجه رابع هتجيب تبدي حركتين مع الروم علشان النون مكسورة إلا أصحاب اليمين يميني يميني تلت تلتين الحركة مش مسموعة طبعا ده بيطبط بالمشافة واسمعك وتسمعني مرك واثنين وثلاثة يبقى كلمة اليمين لما تيجي تقف عليها اسمه مد أيوة عارض يعني طرأ السكون لأجل الوقف أيوة في كام وجه أيوة واحد حركتين تمام ممتاز أربع حركات تمام وست حركات فيهم أي حركة فيها روم فيها إيشمام لا 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 مع السكون الخالص تمام والوجه الرابع أيوة حركتين مع مع الروم ممتاز الله يفتح عليكم تمام كده طيب وهنقف على رأس الآية ونبدأ في جنات يتساءلون في حرف مد برضه معي بس أتى بعده جيم ما فيش همز يبقى همده حركتين اثنين بس في الوقف وفي الوصل في إذا وقفت في جنات وخلي بالك بقى من النون والألف الصغير اللي بعديها اوعى تكون مش شايفها في جنات آه يبقى أنا عندي مد طبيعي فيه والغنى بسوط حرف الجيم اوعى تبدله بأي حرف تاني في جاء الجيم في القرآن هكذا في جنات ممتاز في جنات آه بص بقى على التنوين في كلمة جنات يطر عامل ازاي التنوين دوت يا ترى التنوين ده عامل كده بالكسر كده ولا عامل كده اللي اثنين قد بعض بالزبط آه لو اللي اثنين قد بعض بالزبط ده زي ده الأولان ده الأول ده التاني التنوين عامل زي الأول ده فيه تتابع في ايه تتابع طيب واحدة منهم هتبقى نون ساكنة كده بعدها ياء جناتي عملنا ايه ايوة تمام ادغمنا النون بتاعت التنوين في الياء مع وجود غنة هكذا جناتي ايوة حد ينطأ جنات آه بقت نون لا 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 مش هتيجي أصلا معك كمان فخلي بالك بقى يبقى النون عشان تدغم صح هتحول الياء ثم تدغم الياء في الياء وخلي بالك ان الياء اللي جاي بعد كده في أول كلمة يتساءلون ما فيش عليها تشديد ايوة بسيط اتأكد ممتاز يبقى هنطأ ازاي بقى في جناتي يتساء آه يتساء الترقيق اوعى تقول يتساء لا يتساءلون حرف المد جاي بعديه همزة في نفس الكلمة والهمزة دي في وسط الكلمة علشان جاي بعديها حروف تانية الهمزة لما تيجي في وسط الكلمة وقابليها حرف مد بتترسم زي ما هي قدامك كده من غير صورة على السطر لا على ألف ولا على أي صورة لها خالص لعدم توالي الأمثال القياس إنها ترسم مع ألف لكن في رسم المصحف لا صورة لها لأنهم لا يحبون أثناء الكتابة أن تتوالى الألفات وراء بعضها البعض أخلي بالك ودي من خصائص الكتابة القرآنية أو الرسم العثماني أو مزايا الكتابة العثمانية فخلي بالك طب لو جئنا وقفنا بقى هنقول يتساءلون والهمزة في نفس كلمة يتساءلون اللي اتنين مجتمعين حرف المد رقم واحد بعد الهمزة رقم اتنين وفي كلمة واحدة مش حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة زي إلا أصحاب لا ده حرف المد اتصل بالهمز في كلمة واحدة يسمى إيه؟ تمام مد متصل واجب حكمه الوجوب أقل حاجة في أربعة يبقى هنمد كام؟ أربعة يتساءلون عرفت مكان المد فين؟ أوعة تنز ليه بقولك كده عرفت مكان المد فين؟ علشان فيه آخر الكلمة لون لون أدي الواو حرف مد ساكنة قبلها مضموم ممتاز وبعد الواو إيه؟ نون تمام بس كلمة تحركة نعرف كلام ده بعد الفصل إن شاء الله طيب شيخنا الكريم بارك الله فيكم وعزائي المشاهدين كما وضح لنا فضلت الشيخ خالد ووقفنا هنا عند الرأس الآية ديت لو في أي أحكام حضرتكم في الآيتين اللي بعد كده عايزين تعرفوهم من خلال إن شاء الله تلوتكم تسألوا فضلت الشيخ ولو في أي أسئلة بالدور حوالين أي قاعدة تجويدية وعزين تعرفوها تقولوها إن شاء الله وبإذن الله سنجيب عليها في بداية الحلقات إن شاء الله القادمة ففاصل قصير ونعلم